أهلا بحضرتكم من جديد وما فيش شك ان قطاع الزراعة واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن القومي بعد ثورة 30 يونيو مصر شهدت مشروعات زراعية عملاقة وزيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة في السنين الأخيرة باحية بس أنت يعني ما فيش شك ان عشر سنين كان فيهم نتائج إيجابية كبيرة في هذا الملف ملف الزراعة تحديدا في مصر خلونا نتطرق لهذا الملف ونعمل فيه نوع من أنواع القراءة الوافية عن معادلة النجاح لإدرت مصر اتحققها في هذا الملف معنا النهاردة الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين الشمس اللي بنورنا فيها لستوديو سبا الخير يا دكتور سبا خير يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا فندم احنا يمكننا النهاردة مخصصين الحلقة لهذا القطاع بالتحديد لأنه كان أو يوجد الكثير والعديد من الإنجازات التي تمت فيه عايزين نعرف في الأول أين كانت الزراعة قطاع الزراعة كان فين في الأول ويه بقينا فين طبعا بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك بتكلمي على قطاع الزراعة وهو أهم من وجهة نظري أنا هو أهم القطاعات داخل الدولة المصرية لأن قطاع الزراعة هو يمثل رأس الحربة في تحقيق الأمن الغذائي المصري وبالتالي الأمن الغذائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القوم صحيح لما نجي نشوف في السنوات الأخيرة ماذا حدث فيجب أن نرجع للوراء قليلا حتى نعلم التطور الذي حدث فيه قطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية يمكن إحنا هنرجع شوية كثير عشان بس الناس أو المواطنين يبقوا عارفين إيه اللي حصل أو ما شهده هذا القطاع لما نرجع بس الحد سنة 1952 كان المساحة المنزرعة في مصر حوالي 5.9 مليون فدان ويدي كان في تعداد سكان في هذا التوقيت بمسل حوالي 18 إلى 20 مليون وبالتالي كان فيه نوع من الموأمة أو التوازن ما بين تعداد السكان وبين الأراضي الزراعية وبالتالي كان فيه اعتماد أو عايز أقول كان فيه شبه اكتفاء ذاتي ولكن كان فيه مشكلة كبيرة جدا في توزيع الملكية الزراعية في مصر اللي بناعنا عليه صدر قنون إصلاح الزراعي في 7 ستمبر سنة 1952 بعد قيام صورة يوليو بحوالي 45 يوم اللي هي عملت تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية وبالتالي يعني دخل الفلاح البسيط أو اللي هو كان بيعانم مشكلة جدا أصبح له الملكية تدريجيا نبتدى يحصل هذه التطورات في القطاع الزراعي هذا التطور يعني عايز أقول كان في بعض الأحيان كان بيبقى تطور بطيء إلى تطور متوسط إلى تطور سريع تبقى ليه المتغيرات العالمية وتبقى ليه الظروف السياسية اللي كانت بتمر منها وصل خلال هذه الفترة بعد ذلك هنيجي في فترة التمانيات هنلاقي إن حصل طفرة برضك في الزراعة عن طريق استنباط أنواع وسلولات جديدة سواء من الأمح أو الرز إلى أن وصلنا أن مصر كانت أعلى إنتاجية في إنتاج الفدان من الأمح على مستوى العالم وأعلى إنتاجية في الفدان على مستوى العالم من الرز وإحنا الاتنين دول بيمثلوا من نسبة لنا محاصيل استراتيجية همى جدا للمواطن المصري يمكن إحنا الدولة الوحيدة على مستوى العالم من اللي بنقول عليه عيش أنا بنقولش عليه خبز لأنه هو يعتبر أساسي فيه جميع وجبات المصريين المعيشة يعني اليومية تمام وعلى اختلاف درجاتهم الثقافية أو المالية أو الأمية لا حاجة أساسية على الصفرة بتاعت المصريين وبالتالي إحنا بنستهلك كمية كبيرة جدا من الأمح المواطن المصري المادي الحضريك على سبيل المثال المعدل العالمي للمواطن على مستوى العالم حوالي 80 كيلو جرام سنويا إحنا في مصر بنستهلك 180 كيلو جرام يعني إحنا بنستهلك ضعف حوالي 120% على مستوى المواطن على مستوى العالم ودي بيتمثل ضغط كبير جدا على الأراضي الزراعية لأن أنا محتاج أن أنا أوفر كمية كبيرة جدا من الأمح دي المواطن المصري وأنا عندي حاجة اسمها التنافسية في الزراعة يعني ما أقدرش أزرع الأرض كلها بمحصول واحد ده بيعمل لي مشكلة استمر هذا الموضوع يعني إيجي مثلا من سنة 84 كان بتواجهنا مشكلة كبيرة جدا وإن المشكلة دي تفاقمت بصورة كبيرة جدا لحد 2014-2015 نلاحظ أن التعدي على الأراضي الزراعية بلغ يعني عايز أقول له حضرتك حوالي 1 و 2 من 10 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية تعدي تماما وتحولت هذه الأراضي الزراعية الخضراء إلى قطة الخرصانية وده أثر معنا بصورة كبيرة جدا ولولا كان هناك اتجاه لي عملية الاستصلاح في المناطق المختلفة سواء الصالحية أو النبارية أو خلافه كنا نحن عنينا من مشكلة كبيرة جدا لما نيجي بعد كده ابتدت الدولة تنظر نظرة شاملة وعامة لهذا القطاع لأن طبعا إحنا دائما ما نقول أن مصر دولة زراعية يعني دائما إحنا بنتكلم كده حتى بيعلمونا وإحنا أطفال في التاريخ أن مصر دولة زراعية وأن الحضارة المصرية للعالم كله بيحتار في تفسيرها حتى الآن لم تكن تكون موجودة إلا أن يكن هناك زراع لأن الزراع معناها أستقرار من لا يملك قوته لا يملك قراره نعم وبالتالي الدولة المصرية كان لها العديد من الاتجاهات أنا عندي مشكلة كبيرة جدا ألا وهي محدودية الأرض ومحدودية 200 يعني محدودية الأرض أنا عندنا مساحة كبيرة جدا وإحنا تقريبا بنعيش على 7-8% من مساحة مصر ولكن عندي أراضي كثيرة جدا غير صالحة للزراعة مش عشان لأن هي غير صالحة لأن ما عنديش المصدر الأساسي للزراعة اللي هو الحياة اللي هو المية وبالتالي أنا عندي مشكلة ويمكن عندي طبعا بالنسبة ليه كمية المية يمكن أنا عندي عجز في الاحتياجات المية المصرية يعني بيوصل حوالي 40 مليار متر مقعف سنويا عندي عجز عندي مشكلة في هذا الموضوع وبالتالي إزاي أمام هذه المشاكل المستفحلة إزاي حل لهذا الموضوع فكان اتجاه الدولة على العديد من الاتجاهات الاتجاه الأولاني هو التوسع الرأسي التوسع الرأسي اللي هي زيادة المساحة المنزرعة وده يعني بان جدا في المشاريع العملاقة اللي أطلقها فخامة الرئيس اللي بتلت بمشروع مستقبل مصر اللي كان حوالي 500 ألف فدان تم استصلاح ومتوقع عليه أن يوصل حوالي 1.5 أو 2 مليون فدان في عملية الإصلاح كان في حوالي 300 ألف فدان في سينة احنا بنتكلم في حوالي أكبر تاني مشروع زراعي يمكن في مصر اللي هو شرق لوينات على حوالي 300 ألف فدان ومتوقع أن احنا نعمل حوالي استصلاح لحوالي 16 ألف كيلو متر وده تاني مشروع أكبر مشروع زراعي في مصر عندنا مشروع تشكة وده من المشاريع الكبيرة جدا نوية العملاقة اللي هو كانت أهملة في فترات السابقة والآن نتكلم يا دكتور أحمد على مشروع تشكة تحديدا هو مشروع كان يعني رحمة الله عليه دكتور كمال الجنزوري كان من اتخذ هذا القرار ولكنه كان قرار حبيث الأدراج بعد أن صدرت فيه مجموعة من العقبات يعني تم التنفيذ فيه وبمجرد ظهور أول عقبة أمام الدولة في ذلك التوقيت أهمل هذا المشروع بعدما أنفق عليه يعني ملايين الجناهات دليل أن الدولة المصرية دولة جدة لديها عزيمة وقرار ونية جدة في التنفيذ تخطط هذا الصعب ويمكن زي ما شفنا تفجير الساتر الترابي الكبير أو الخرصاني الصخري اللي كان موجود في هذا الوقت عشان نضيف زيادة الرقعة الزراعية أهمية زراعة الصحرة تحديدا في هذا التوقيت بصي فانم زي ما احنا بنقول أنا عندي عدد في المحاصيل السراتجية وده نقطة مهمة جدا هذا العجز بيعمل لي مشكلة كبيرة جدا ويمكن هذا العجز بيظهر أكتر لما بيحصل مشاكل دولية في المناطق اللي حواليك يعني أول ما بتدد تحصل مشكلة الأوكرانية الروسية بتددد يحصل عندي مشكلة في المحاصيل السر وعلى رصة طبعا بالإضافة أن الاقتصاد المصري دائما يعني ما يصاب بالمرض فهو بيتعافى فعبل ما بيجي أتعافى يحصل مشاكل فبتبقى مشكلة كبيرة جدا وبالتالي كان الاتجاه الأساسي في أن إحنا زي ما حضرتك بتقول أن إحنا نزود المساحة المنزرة يعني يمكن راح مطلع لي الدكتور كمال الجنزوري أطلق هذا المشروع من سنوات عديدة ولكن للأسف الشديد كانت استراتيجية التطبيق أو التنفيذ على أرض الواقع كان في زي ما حضرتك بتقول العديد والعديد من المشاكل يمكن الدولة يعني دخلت بقوة في هذا الموضوع وزي ما حضرتك بتقول أن أنا أعمل مجرى نهر صناعي في قطة الخرصانية ده حاجة يعني يعني قيمة جدا 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 يعني أي نعم تكلف كتير جدا ولكن هو ده الهدف أن أنا إزاي أوصل بمياه النيل أو المياه الموجودة أنا ما ببصش دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يقول لنا يعني فطورة تكلفة الوقت الحالي بتبقى أرخص بكتير من التكلفة المستقبلية يعني ماذا لو لم تكن الدولة المصرية يعني لديها نية جدة في ذلك التوقيت بإقامة كل هذه المشروعات كنا نبتدي من النهاردة طب فرق السعر هيكون قدئين وبعدين موضوع السعر حضرتك بردك لا هو أمن المواطن المصري اللي بيمسل غذائه بتهالي ما فيش حاجة اسمها سعر يعني أمام أمن المواطن المصري وأمام أمن مصر كلها بتهالي ينفق الرخيص والغالي ده نقطة مهمة جدا صحيح وبالتالي حضرتك أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي فالقضية أننا نبتدي دلوقتي ده كويس جدا جدا عشان يبقى فيه خطة طويلة الأمد لعز الموضوع إحنا بنتكلم في الجزء الأولاني اللي هي الخطة قصيرة الأمد وإحنا فعلا بنحقق منها خطوات جادة وسريعة ويمكن إحنا بنشوف عملية البنية الأساسية اللي بتتم في الدولة أحيانا ناس كتير جدا بتعطيل البنية الأساسية وليه ومش وقته لا بالعكس أنا دلوقتي عشان أوصل لجنوب الضبعة والحيطة دي لو أنا ما عنديش هذا الطريق مش قادر أوصل يعني كثير من لازم أكون يعني أنا عشان أعمل أي مشروع لازم أعمل بنية الأساسية عشان أجيب مستثمر يا استثمر هيسألني سؤال واحد إزاي أوصل فين مصدر الطاقة فين مصدر الماء وبالتالي أنا لازم أعمل كل هذين الأماكن عشان تقدر حضرتك بقي فيه سهولة ده كان هيبقى سؤالي بقى لحضرتك إنه البعض بيقول هذه المناطق وإزاي استخدمنا يمكن محاصيل استراتيجية وزرعناها هناك وعادت علينا بمردود إيجابي يعني إحنا الحكومة المصرية والدولة المصرية ما كانتش عارفة أن هيبقى فيه أزمة أوكرانية روسية وليه إحنا بنقول دايما عن الأزمة الأوكرانية روسية لأنه للأسف إحنا بنستورد العديد من أو الأطنان من الأمح من هذه الدول فعادت علينا بخسائر مادية فإحنا النهاردة لما كانت الدولة عندها يعني خطة استباقية فإن إحنا نزرع هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي بيعتمد عليها المواطن المصري فالبعض بيقول ليه إيه اللي ودانا بعيد يعني إيه اللي ودانا تشكى إيه اللي ودانا الدلتة الجديدة إحنا مشكلتنا الأساسية إحنا الشعب المصري دايما بيحب العشرة يعني صعب جدا حتى لما حارك تشوف تلاقي الأسرة وبعدين أبناء عايزين يتجوزوا ويقعدوا جنب بعض وبعدين يلي أولادهم وأحفادهم يتجوزوا ويقعدوا جنب بعض دا عمل مشكلة جدا جدا إن خلى إن معظم المصريين محصورين في شريط دا جدا يعني كان إحنا بنتكلم كان حوالي 5% دلوقتي وصلنا لحوالي 7% مصر قول لها بتعدادها المهول دا عايشة على هذه المساحة اللي هو الدلتة أو الشريط وده إحنا كنا بندرسه في المدرسة من وإحنا صغيرين وإحنا أطفال عشان حضرتك تعيد توزيع هذه الكسافة السكانية في هذه الأماكن طب أنا هواديك إزاي لازم أعملك مشاريع المشاريع بتبتلي على فكرة أي مشروع يعني حضرتك لما يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال هذا الحصر يعني في بعض الأماكن لما تنبقى إنشاء جمعة جمعة ابتدأ يتنشئ حواليها مجتمع فإذا أردت أن تنشئ مجتمع فإنشاء جمعة ده نقطة مهمة جدا يعني بتعمل عملية تعمير لأن الجمعة لما تعمل جمعة وقبل الجمعة إيه شيء طريق ما هو أنت عشان تعمل جمعة يبقى لازم توفر طريق دي لازم توفر بني أساسي وبالتالي حركة لما خرجت لهذه الأماكن سواء في شرق الوينات أو في توشكة أو في سينة طبعا جزء غالي جدا علينا وعلى المصريين كلهم ده هدفه الأساسي والعام هو توفيد حيار الجزائي ولكن الهدف الأخص بقى واللي ناس كتيرة جدا لا تلقي له بالا ألا وهو إلى أمن القوم المصري لأنه خد بالك كلما كانت ممطقة فاضية سهل جدا إن أي حد يعبس فيها كيف ماشاء صحيح ولكن لو أنا وفرت فيها مشاريع وفرت فيها فرص عمل أصبح هناك توطين توطين يبقى أنها أعود على الأرض يبقى أنها أدفع عنها وأحميها وده نقطة مهمة جدا وبالتالي عملية التوسع الرأسي اللي تمت لها العديد من الأهداف إن إحنا نخرج من الواد الضيق إلى الواد الفسيح دي نمر واحد نمر اتنين إن أنا أساعد وأمن الأمن القوم من مصري لأن أنا دلوقتي مسح لديك لما يعني أبسط حاجة أنا عندي مشاكل دلوقتي في كل حت عندي في الجنوب من ناحية السودان وعندي في الغرب من ناحية ليبيا وعندي في ناحية سينة طيب مين اللي هيحلل المشاكل دي إن أنا أعمل التوطين في هذه الأماكن لأن القوات المسلعة مش يقدر تعمل كل ده الواحدة هل نتكلم بواقعية ولكن لو كان هناك عملية التوطين يجب أن يكون هناك قبل هذا التوطين أن هناك زراعة لأن الزراعة استقرار ما دام لا يوجد زراعة لن تجد توطين وهالناس ستقعد ديه والدلالة على زيك أقول لحضر لك حاجة المصير القدامة عملوا حضرة ليه يعني هل لأنهم أكفأ لا لأنه كان في استقرار قعد وأكل وشرب فابتدى يبني لو جينا شفنا حوالينا في منطقة الخليج وغلافو كان بدء ورحض إيه اللي بيحصل يتواجد حيثما تواجد الماء وبالتالي لمستطع أن يبني حضرة فده نقطة مهمة جدا الزراعة قبل أي حاجة الزراعة هي أساس كل حاجة داخل جمهنة مصر العربية فإحنا بنتكلم دلوقتي على التوصع الرأسي ويمكن أفردنا له طبعا إحنا متوقع في الفترات الجاء أو الخطر السورية للدولة نحن نوصل لحوالي 3 ونص مليون فدان فيه عملية للصصلاح هل العملية دي سهلة؟ لا عملية صعبة جدا 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 عملية مكلفة جدا 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 ولكن نأمل أنها تسير بوتيرة أسرع وما يحصلش أي أزمات أخرى توقف هذا التطور أو النمو لم تكتف الدولة بهذا فقط ولكن كان هناك اتجاه آخر على هو بيسموه التوسع الأفق يعني التوسع الأفق هو زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة يعني فيما معناه زي ما قلت لحضرتك أننا أعلى إنتاجية في الفترات من الأمح ده بيتأتى من إيه؟ من أنا بطلع أصناف عالية الإنتاجية أصناف متحملة للجفاف متحملة للموحة المقننات المائية بتاعتها أقل وبالتالي بزود الإنتاجية يعني لو أنا عندي فترات هذا الفترات مثلا بيطلع لعشرين أردب أنا بيبقى اتجاه أن أنا زودهم أوصلهم 24 أردب يعني معنى ذلك أن أنا خليت الفترات ده واحد واربعة من عشر زودته وده بتقوم بيبسورة هنا أهمية التقاوي المعتمدة يعني أو الدور اللي لابته وزارة الزراعة ممثلة فيه معامل البحوث العلمية فيها علشان يعمل تقاوي معتمدة هذا التقاوي تقدر ليها تزود الإنتاجية طبعا أنا عايز أقول له حاليك إحنا مثلا إحنا انتقلنا من تمانية أردب للفترات إحنا بنوصل حوالي 22 أردب للفترات لابداء كان هاية تأتس زي بالبحث العلمي وبالتعاون الحسيس ما بين وزارة الزراعة بمركزة البحسية والجامعات المصرية للوصول لهذا المعدد وعشان كده أنا بقول له حضرتك إحنا متميزين جدا في زراعة الأمح ومتميزين جدا في زراعة الرز وده حاجة رأيك يعني أنا عايز أقول له حضرتك حاجة إحنا مثلا فترات كتيرة جدا كان عندينك اكتفاء ذاتي من الرز أنا بالنسبة لي ما بستورتش لا مثلا البزور ولا شتلات بالنسبة للأرز أو الأمح لكن معظم الخضروات كلها مستوردة من الخير معظم الشتلات ويمكن علشان كده جي هنا دور المشروع القومي لتطوير الصناعة وطوطين الصناعة إبدأ هو ده فكرة اللي هو توفير هذه المستلزمات والصناعات المهمة وهذا المحور التالت اللي عايز أقول له حضرتك عليه سنعاوز برضو سريعا علشان برضو الوقت نروح لما حدث في تنمية في شبه جزيرة سيناء لأن ده أمر برضو مهم لازم نتطرق له بما أن حضرتك تحدثت على فكرة التوطين هو حالك طبعا عايز أقول له حالك حاجة من أهم القطع والجالية جدا على قلوبنا جميعا هو طبعا سيناء الحبيبة طبعا ده نقطة مهمة جدا وسيناء دائما ما كانت مطمع للآخرين يعني حالك تشوف دائما ما دخلها الوزاء الوزاء دخلوا مصر ألا من ناحية سين هي مطمع للكل وبالتالي اتجاه الدولة المصرية هي طبعا إعادة التوطين وإعادة التوطين لن يتأتى إلا زي ما بقول له حضرتك به الزراعة وعشان كده احنا بنشوف طبعا من أكبر محطات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعة تتعامل دلوقتي في المحسامة عشان اتعاملت طبعا عشان تبتدي تمد منطقة سيناء بمياه صالحة للزراعة طبعا فيه طبعا اجتماعات عنيدة جدا وفي بعض الأماكن في سيناء يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية لها بصورة كبيرة جدا بيتعامل لها دراسة طربة ودراسة صلاحية لزي الأراضي تقريبا يعني يمكن هما انتهوا من حوالي 300 ألف فدان في عملية الزراعة وإن شاء الله هيحصل هذا التوسع بصورة كبيرة جدا ولكن زي ما بقول لحضراتكم المنطقة دي حساسة فالشغل فيها بيكون بحساسة شوية طيب حريك كنت لسا بتكلم عن يمكن الاكتفاء الزيتي وخلينا نتكلم عن تنمية الريف المصري وازاي هذا المشروع خلينا نقول حقا معادلة للاكتفاء الزيتي من المحاصيل الزراعية ايه المحاصيل اللي احنا حقنا فيها اكتفاء الزيتي وشايف ازاي فكرة تنمية الريف المصري ويمكن فكرة تنمية الريف المصري حديثك طبعا دي المبادرة اللي اطلقها فخامة الرئيس اللي هي حياة كريمة ويمكن احنا شايفين دلوقتي عملية تطوير كامل في معظم القرى ويمكن فيه خمس سلاف قرية في القرى الاكثر فقرا بيتم فيه عملية تطوير بصورة كبيرة جدا هذا التطوير بيتم على اساس البنية الأساسية بالنسبة ليه الفلاح بحيث ان انا وفر له حياة كريمة مكان مناسب جدا فيه عملية التبطين الترع اللي تم فيه اماكن كثيرة جدا فيه عملية الصرف المغطأ اللي تم فيه عملية توصيل المياه الصالحة للشرب اللي العديد من المواطن اللي كان بتعاني من هذا الموضوع من يعني الضخوة بقوة لجميع المستلزمات بقدر الامكان الى الفلاح المصري عشان ما يكونش عنده اي مشكلة فيه عملية الزراع ويمكن فيه نقطة مهمة جدا ممكن نحب نشير اليها طبعا ان كان الفلاحين بيعاني من مشاكلة جدا نتيجة الارتفاع المطارد فيه الأسعار وبالتالي الدولة بتادي تطلق ما يسمى بالزراعة التعقدية وده نقطة مهمة جدا جدا اظن ان هذه الزراعة التعقدية اذا طبقت بالصورة المسلمة والمناسبة هتحل جزء كبير جدا من مشاكل الزراعة في مصر وخصوصا للي هم الفلاحين اللي بيمتلكوا حيازات صغيرة وبالتالي نقدر فعلا نعمل توازن بكل هذي الأمور للوصول الهدف المرجولي ان احنا نعمل شبه اكتفاء مفيش دولة في العالم على فكرة بتعمل اكتفاء ذاتي من كل حاجة عشان بس نكون متفقية لان الدول كل لها مبنية على الاختلاف اللي عند حضرتك مش عندي واللي عندي مش عندي فيحصل نوع من الدولة فما نقدرش نقول ان الدولة تقفل على نفسها ويبقى عندها اكتفاء ذاتي ولكن على الاقل يعني احقق الحد الادنى للمواطن المصري واننا يكون عندي المغزون الاستراتيجي للمواطنين المصري على الاقل من 3-6 شهور عشان لو حصل اي ازمة يبقى انا عندي الغذاء الملائم والمناسب للمواطنين المصري نعم دكتور ازاي شفت مقاومات دعم الاستثمار في الملف الزراعي تحديدا وخصوصا بعد ثورة الثلاثين من يوم هو طبعا فيه يعني عايز اقول فيه تسهيلات وتسهيلات كبيرة جدا جدا ودعوة كبيرة جدا للمستثمار الزراعي ولكن يعني عايز اقول ان في بعض الامور كده بيحصل يعني زي شورتج تقصير اه تقصير في ازهار الامور يمكن احنا كان عندنا فرصة كبيرة جدا في المؤتمر الاقتصادي الدولي اللي تنم في مصري هنا ولكن هذا القطاع لم يكن بعرض نفسه بالصورة المناسبة وبالتالي ما جابش جملة لسه اثمارات اللي احنا كنا بنأملها في هذا القطاع وبالتالي احنا دلوقتي فيه اتجاه اخر فيه تسيرات كبيرة جدا فيه عملية التمليك بالنسبة للأرض الزراعية فيه تسيرات كبيرة جدا لعملية الاسمار الزراعي وخصوصا للمستثمارين الأجانب عشان فعلا هذا القطاع يحصل نوع من التطور ويه النمو داخل مصري بإذن الله طيب كمان الدولة اهتمت يمكن بالمزارع المصري وده يمكن نقطة مهمة جدا نتكلمنا عليها في بداية الحلقة بتوفير لي يمكن حملات للتوعية الابليكيشن او التطبيق اللي يقدر المزارع من خلاله ان هو يقدر يشوف المحاصيل يتعامل معاها ازاي الارشاد الزراعي من خلال هذه التطبيقات شايف ده ازاي يعني اشرح لنا كمان حضرتك يمكن هيبع عندك معلومة اكتر عن المزارع ازاي استفاد من هذه الحملات مثلا نحن عايزين نقول ان معظم الحيزات الزراعية موجودة اللي هي صغيرة موجودة في حوالي يعني في حوالي 80% من المزارعين على مستقنص ومشكلته الاولانية الفاندري اللي هو التمويل المالي يعني دي مشكلته الاساسية التمويل ثم مشكلته التانية عملية التسويق التسويق المعصول فدي نقطة مهمة جدا جدا احيانا بيحصل خلل المال فما بيعرفش يوفر مستلزمات الانتاج إلا بسعار هيوج وما بيعرفش يسوي المحصول بتاعه بصورة كبيرة وبالتالي الدولة بتتدخل في هذا الموضوع زي ما حضرتك قلت يهم عن طريق الإرشاد يهم عن طريق إعطاء قروض ميسرة للفلاحين يهم عن طريق الزراعة التعاقدية وينكمن أنجح الزراعات التعاقدية الموجودة في مصر وعمل شغل كويس قوي زراعة البنجر وعشان كده يعني موضوع السكر ده موضوع كويس جدا جدا شركة الدل تشغل كويس قوي في هذا الموضوع من خلال الزراعات التعاقدية وشكل في توسع كبير جدا في موضوع بنجر السكر اللي بتزرع في مصر الحاجة الثانية دلوقتي الدولة بتلجأ أنها تعمل زراعات التعاقدية في الزراع الصفر إحنا الأزر الصفراء طبعا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا وخصوصا شاهدناها في قطاع الصروة الحيوانية من الاتفاع مبالغ فيه طبعا فيه الأسعار يعني أنت بتتكلم مثلا زيادة في سعر اللحوم ويدواجن تقريبا حوالي 300-400% في فترة زمنية مش عايز أقول كبير وإحنا كنا طبعا بنعتمد في هذا الموضوع على محصولين أساسيين على الصوية وعلى الدورة الصفر حيث نستور حوالي 10 مليون طن من الدورة الصفراء وحوالي من 4-5 مليون طن من قزب فلسوية وده بيكلف الدولة على فكرة بيكلف الدولة حوالي 6-6.5 أو حوالي 7 مليار دولار سنويا وده مبلغ كبير جدا بتارية الدولة تلجأ لهذا الموضوع دلوقتي في أنها تعمل زراعة التعاقدية بالنسبة للفلاحين وإن شاء الله يمكن السنة اللي فاتت نسبة بيرة جدا من الفلاحين بتارية تعمل هذا الموضوع السنة دي إن شاء الله العملية انتشرت لأن السعر سعر مناسب وملائب لنفلاح وهو كمان عارف أن هو هيقدر يسوق هذه السلعة لأن في ناس كتير جدا بيستنيها السلعة دي تطلع وخصوصا من المنتجين الكبار اللي بيشتغلوا في مجال السر والحيوانية السنين فعلا الدورة يطلع وده إن شاء الله هيكون عايد كويس جدا النقطة المهمة بقى اللي كنت عايز شيري لها والدولة فعلا بتبتير تسعى لها بسعر حسيس إحنا عندنا ما بعض الحصاد عندنا هدر في المحاصيل من حوالي 20 إلى 30% وده كتير قوي سواء في بعض الحصاد أو عملية النقل أول بقوي يعني في مشكلة يعني كل كيلو أنت بتخسري منه 10 جرام وده يعني حاجة رقم هيوج وبالتالي الدولة بدأت تلجأ إلى ما يسمى بالتصنيع الزراع وده نقطة مهمة التصنيع الزراع هيقلل الهادر الزراع نمرة 2 هيحفظ لي على السعر نمرة 3 هيزود لي قيمة المنتج اللي أنا بعمله يعني على سبيل المثال حضرتك مثلا إحنا بننتج في مصر حوالي 10 مليون طن طماطق تعرف معدل التلف في الطماطق بننتج بتوصل لحوالي 3 مليون طن بتتلف لو أنا وجلت كل ده لي عملية التصنيع وعملت مصانع على أعلى مستوى بالنسبة لمحصيل الطماطق يعني إحنا مصر من الدول على فكرة الشطر قوي وخذنا قطف ده لأن إحنا بنصدر دلوقتي الطماطم لدولة زي إيطاليا من كبرى الدول اللي يعني بتعتمد على أو تستخدم هذا المحصول تحديدا محصول الطماطم ففكرة أن هنا عندنا إرادة وعندنا قيادة سياسية تعي جيدا بواطن الأمور وتعظم من الاستفادة في كل الموارد التي تمتلكها الدولة ويمكن هو ده أول قرار أخذ على عاطقه السيد الرئيس عبد الفتاح حاسيسي منذ أن تولى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية بأن نعظم من الموارد التي تملكها الدولة المصرية من أجل أن يعم الخير والرخاء على كل المصريين الحياة لو تحدثنا عن إنجازات ملف الزراعة فهي إنجازات متعددة لا تكفيها أبدا حلقة واحدة عشان كده يعني بنتمنى وبندعو حضريك لأن الحياة تكون معنا إن شاء الله أكيد في حلقة تانية عشان نفند أكثر مما يعني فيما حدث في هذا الملف في غاية الأهمية وهو ملف الزراعة المرتبط بالأمن القومي لأنه مرتبط بالأمن الغذائي لكل المصريين نشكر حضرتك الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجمعات عين شمس على هذه الشرح الوافي لما حدث في ملف الزراعة شكرا لحضرتك يا فندم وشاهدين